تحت مسمى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ففي عام 2013 أصدرت دولة الكويت قانونا بخصوص إنشاء الصندوق وذلك بهدف دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكن القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي بأيد وسواعد كويتية وعبر حسابها الرسمي في منصة تويتر أعلنت هيئة القوى العاملة عن إنشائها موقعا خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تترح فيه الممارسات للجهات الحكومية مبينة أن هذه الخطوة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من متابعة ما يتم الإعلان عنه من طلبات شراء ومناقصات في موقع واحد وبعد هذا الإعلان نشر المغاردون الكويتيون عبر صفحاتهم الإعلان مرفقا بالرابط الإلكتروني للموقع مع عبارات شكر وامتنان للجهات التي ساهمت في تفعيل هذا الموقع وهي هيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة وللتقديم على المشارع الصغيرة والمتوسطة عبر الحساب الظاهر أمامكم